ضمن برنامجها الهادف للارتقاء بمختلف القطاعات وخاصة الإنتاجية، تسعى الحكومة الجديدة لمواصلة خطة تعميق وتوطين التصنيع المحلي بجودة عالية وتنمية سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. الخطة الحكومية تنطلق من إمكانية الاعتماد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل في السوق المحلية أو المصنعة محلياً، بما يسهم في زيادة التشغيل وخلق فرص العمل والحد من البطالة. الدولة وفي طريقها لتحقيق المستهدفات المرجوة من تعميق التصنيع المحلي تسعى للانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة والعمل على تحقيق أهدافها، بما يسهم في جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام ولعباً رئيسياً في التجارة الدولية. الحكومة تسعى أيضاً للوصول لمعدل نمو سنوي بإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية بنسبة 31.2% خلال عام 2026-2027، والوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103 مليارات و400 مليون دولار خلال الفترة من عام 2024-2026. سبل تعزيز التصنيع المحلي تشمل زيادة التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تبسيط إجراءات تدشين وتوسيع نطاق الاستثمارات الخارجية في البلاد مع استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية ومنح مزيد من التيسيرات لتحسين نسب التشغيل والإنتاج ودعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظم التعليم والتدريب المهنية. الوصول للمستهدفات بالقطع الصناعي لتعزيز الصادرات يشمل أيضا تطبيق المواصفات العالمية للمنتجات من خلال تطوير معايير الجودة ودعم البحث والابتكار وتوفير برامج خاصة لدعم الصناعات المتشابكة قطاعيا والحصر المستمر للمصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها ودعم عملية إخراجها من حالة التعثر نحو الإنتاج وتحقيق الأرباح.